السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا رابع وصلنا معاكم للدرس الثالث من الوحدة الخامسة من صفات المواطن الصالح وهو درس الحوار وحسن التحدث الآن هلأ إحنا بالبيت بحدث حوارات نقاشات بينك وبين أخوتك من أفراد الأسرة طبعاً أو بينك وبين والدتك بتحب أنك توصل لها فكرة معينة أو رأي معين أو قضية معينة تريد من والدك أو والدك مثلاً أن يفعلان لك أمر معين مثلاً شراء دراجة أو شراء كتب أو شراء دفاتر أو معدات مدرسية هذا بنسميه حوار من أجل الوصول إلى هدف معين أو غاية معينة لك فإنك تلجأ إلى الحوار مع الشخص الآخر أيضاً لحل خلاف بينك وبين زميلك لابد أن تلجأ إلى الحوار فهو الطريقة الناجحة لحل الخلاف بين الناس وتبادل الرأي بخصوص موضوع معين من أجل الوصول إلى حل مناسب فالحوار يؤدي إلى التوصل إلى حل ناجع والوصول إلى الهدف ويؤدي إلى المحبة بين الناس طبعاً في عنا قصة بداية الدرس ذهبت أنت وزميلك إلى مكتبة المدرسة لاستعارة قصة وأثناء بحثكما اخترتما القصة نفسها ولم يكن في المكتبة إلا نسخة واحدة وأراد كل منكما أن يأخذها أولاً فكيف تتصرف؟ هل تأخذها من دون إعارتها أي انتباه؟ لا طبعاً هل ترفع صوتك عالياً لتشعره بحقق في قراءتها؟ لا هل تتحاور معه بهدوء للوصول إلى التفاق؟ أكيد الحوار والحل المناسب والأمثل لحل الخلاف وبينك وبين زميلك الآن ما هي أسباب نشوء وحدوط الخلاف بين الناس؟ السبب الأول أنانية بعض الناس إنه للأسف كثير من الناس عندهم أنانية حبهم عندهم حب الأنا حب الذات فبذلك يتفهم أنهم يأخذوا ويحاولوا يسيطروا على جميع الأمور على حساب الآخرين أيضاً من عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة أنه ما فيه التزام بالقوانين مثلاً وجدت صديقان نفس القصة فالأجدر أنه اللي وجهتها أولاً هو الذي يقرأها بالبداية أيضاً عدم فهم الآخرين أنه أنت غير قادر على استيعاب فكرة الآخر فهذا يؤدي أيضاً إلى الخلاف وأيضاً الاختلاف في الرأي لأنه إحنا بطبيعتنا البشر مختلفين عن بعضنا البعض وبالتالي هذا يؤدي إلى الاختلاف في الرأي وفي الأذواق البشرية وهذا يؤدي إلى نشوء الخلاف وحدوطه بين الناس إذن أول شيء ما أسباب حدوث الخلاف بين الأفراد واحد أنانية بعض الأشخاص اثنين عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة ثلاثة عدم فهم الآخرين أربعة الاختلاف في الرأي الآن للأسف كثير من الناس بلجأوا إلى العنف ورفع الصوت والقول الأشياء الخاطئة طبعاً هذا يؤدي إلى العنف والفوضى في المجتمع فالأجدار دائماً اللجوء إلى الحوار إذن حصل خلاف بينك وبين زميلك أو صاحبك في المدرسة ما هي الطريقة الناجحة لحل الخلاف؟ هو الحوار إذن ما هي الطريقة؟ اكتبوا السؤال يا رابع ما هي الطريقة لحل الخلاف بينك وبين شخص آخر؟ هو الحوار الآن نتوصل لمفهوم الحوار ما هو الحوار الناجح؟ هو تبادل الرأي بين الأطراف بخصوص موضوع معين للوصول إلى حل مناسب إلا إحنا منتبادل الأراء في موضوع معين من أجل أن نصل إلى حل مناسب زي ما قرأنا القصة الأولى القصة في بداية الدرس أنه تختلف وأنه من يأخذ القصة أولاً إذن ما هو الحوار الناجح؟ هو تبادل الرأي بين الأطراف بخصوص موضوع معين للوصول إلى حل مناسب تأملوا الصورتين يا رابع تلاحظوا أنه هنا الطلاب بتحاوروا بأسلوب معاصر بأسلوب حديث بعيدة عن رفع الصوت والعنف أو فرض الرأي أما هنا بنلاحظ أنه الطالبين بدأوا بأنهم يعنفوا بعض يمدوا إيديهم على بعض برأيكم أني الطريقة المناسبة للحوار اللي فيها العنف واللي فيها تبادل رأي وهدوء ويستمع كل منهما للآخر أكيد الصورة الأولى إذن ماذا تشاهد في الشكلين؟ حوار أيهما يمثل الطريقة المناسبة للحوار؟ الصورة الأولى الآن أداب الحوار زي ما إحنا شايفين في الصورة حسن الاستماع أنه كل منهم يستمعوا للآخر أنهم بقولوا الأشياء الحسنة وليس البذيئة أيضا الصبر لازم يكون في صبر في الحوار مع الآخرين وأيضا قول الحق دائما الإنسان يقول الحق ويبتعد عن الأشياء الباطلة أيضا الكلمة الطيبة نتلفظ بالكلام الطيب الحسن الذي يؤدي إلى المحبة بين الناس وأيضا أهم شيء أنه نحترم بعضنا البعض يعني الطالب يحترم الشخص الآخر اللي أمامه إذن ما هي؟ طلب السؤال الرابع ما هي أداب الحوار؟ واحد حسن الاستماع اثنين الصبر ثلاثة قول الحق أربعة الكلمة الطيبة خمسة احترام شخصية الآخر ستة القول الحسن في عني أسئلة بداية صفحة 46 اذكر أدب آخر للحوار واحد الابتعاد عن العنف اثنين الهدوء أثناء النقاش الابتعاد عن العنف اثنين الهدوء أثناء النقاش ما المقصود بحسن الاستماع؟ أن تستمع إلى الشخص الآخر ولا تقاطعه حسن الاستماع أن تستمع إلى الشخص الآخر ولا تقاطعه الآن ما هي فوائد الحوار؟ من لدى نستفيد من الحوار بيننا وبين الآخرين أكيد نكسب الآخرين واحترامهم بأخلاقنا الطيبة وحسن استماعنا وقولنا الحق وأيضا يتم الإصلاح بين الناس بالحوار وأيضا زيادة تماسك المجتمع لما يكون في فوضى ما يكون في عنف أو فرد رأي على الآخرين يؤدي إلى تماسك المجتمع إذن ما هي فوائد الحوار؟ كسب ود الآخرين واحترامهم نير الإصلاح بين الناس ثلاثة زيادة تماسك المجتمع وهيك بيكون أنهينا يا رابع فيعطيكم العافية